مرحبا بهادي الفيديو سوف نتحدث عن فيزا العمل لنيوزيلندا هذه الفيزا التي يمتد صلاحيتها لخمس سنوات وممكن الشخص يحصل على راتب بين 3000-12000 دولار نيوزيلندي شهريا وهو ليس بحاجة لغة وكمان العمر غير محدد ولكن من الطبيعي يكون فوق 18 سنة أما بالنسبة للتذاكر لبعض الأشخاص سيكون فيه تذاكر مجانية وسكن مجاني وأيضا طعام مجاني طبعا الأشخاص المؤهنين لهذا البرنامج سيكون LOCO ال soon skilled workers . أي العمل المهرة العمل المهرة التي يكون لديهم شهادات خبرات، لها لغة و العمل المهرة التي لا يكون لديهم شهادات لكن عندهم تدريب عندهم بعض اللغة ووضعهم مستقر عندهم خبرة بمجال عملهم لكن بدون أي خبرات طويلة بدون شهادات عليا لهيك سموهم unskilled workers وبيقدروا يشتغلوا بعدة مجالات أو بعدة قطاعات أول شي خلينا نحكي عن نيوزيلندا أو نيوزيلندا هذه الدولة الموجودة بجنوب غرب المحيط الهادي ومتألفة من جزيرتين الجزيرة الشمالية والجنوبية وكمان في 700 جزيرة صغار بنيوزيلندا لكن إذا بدنا نسافر من دبي إلى نيوزيلندا أو للعاصمة والنغتن تقريباً بدنا 16 ساعة بالطيارة إذا كان الفلايت أو الرحلة مباشرة إذا بدنا نسافر من أستراليا أو من أستراليا إلى نيوزيلندا تقريباً 3 ساعات بالطيارة أما بالنسبة لفوائد هذه الفيزا أو هذا البرنامج أو هذه الطريقة للقدوم لنيوزيلندا بدر الشخص يحصل على الفيزا لمدة 5 سنوات هذه فترة كافية لإدارة يعيش بنيوزيلندا ويصل للجنسية وإذا عاش بنيوزيلندا لمدة سنتين بيقدر يتقدم له الإقامة الدائمة الفائد الثاني أنه إذا الشخص حصل على هذه الفرصة ممكن أنه يحصل على تذاكر مجانية وعلى سكن مجاني أو طعام أو بدل طعام على حسب صاحب العمل وهذا بيختلف من شخص إلى آخر وكمان من مهنة إلى أخرى والفائد الأخيرة وهي الأهم جلب أفراد الأسرة بيقدر الشخص طبعاً يجيب زوجته وأولاده تحت سنه 24 ممكن الشخص أول ما يجي لنيوزيلندا ويعيش هناك لمدة سنتين ممكن يقدم مع أفراد أسرته للإقامة الدائمة أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لحتى الشخص يقدر يقدم لهذا البرنامج أو لهذه الطريقة لازم يكون عنده طبعاً جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر وينصح يكون لمدة سنة لأن الشخص طبعاً يحصل لهذه الفرصة بما يرتب إجراءات السفر وحتى لما يسافر ممكن يكون جواز سفر قرب على أنه ينتهي وهيك بيصير بيقع بمشاكل كثيرة فينصح أقل الشي يكون عنده لمدة سنة وإذا كان أكتر كمان بيكون أفضل وجود الشخص بدول تانية على سبيل المثال موجود في دبي موجود في قطر وهو ما له قطري أو من الإمارات على سبيل المثال من جنسية أخرى وعايش بدولة تانية ينصح يكون فيه عنده إقامة نظامية مثل إقامة سياحية أو إقامة نظامية سنوية تجدد أو حتى إقامة طالب على حسب وضعه ولكن يفضل أنه يكون إقامة نظامية الأشخاص اللي هن على إقامات مؤقتة على إقامات لجوء ممكن إذا حصلوا لهذه الفرصة أنه يقدموا حتى لو كانوا على هذه الإقامات أو هي الإقامات المؤقتة إذا تم اختيارهم إذا تم حصولهم على هذه الفرصة بقدروا أن يتقدموا حتى لو ما كان عندهم إقامة نظامية لكن طبعا لازم يكون عنده جواز صالح وما يكون عنده أي مشاكل أمنية لهذا بنقلنا للخطبة الثانية لازم الشخص يكون عنده أو شهادة من الشرطة غير محكوم من البلد اللي هو موجود فيها على سبيل المثال هو بالأردن وهو أردني لازم يقدم على هذه الشهادة ويحصل عليها ليقدمها مع الطلب إذا كان عايش بدولة غير دولته على سبيل المثال السعودية أو قطر أو الإمارات لازم يطلبها من هذه الدولة اللي هو المقيم فيها بس أقل شيء لازم يكون مقيم ستة أشهر لحتى يصبح مؤهل لهذه الشهادة من الدولة اللي هي ما هي دولته أو الدولة المقيم فيها حاليا الطلب الثاني لازم يكون فيه عنده تقرير طبي أنه خالي من كافة الأمراض هو وأفراد أسرته إذا كان بدي أقدم لحاله أو بدي أقدم مع أفراد أسرته بالنسبة للخطوات التالية لازم الشخص يكون عنده genuine intention أو نية حقيقية بالهجرة إلى نيوزيلندا بالعمل بالنيوزيلندا والاستقرار فيها طبعاً هذي بتيجي على شكل رسالة بيدر الشخص أنه يعملها preparation أو هو أنه يرتبها ويضيفها لطلبه أو أنه بيقدر يتواصل معنا لنعملها بطريقة professional ونضيفها كمان لطلبه مع باقي المستندات المناسبة لوضعه بالإضافة لهذا الشيء لازم يكون فيه عنده valentining letter أو رسالة التطورة يتحدث عن تجاربه السابقة ومنضيف لهذا الشيء CV بالطريقة النيوزيلندية والخطاب التحفيدي كمان المناسب لمهنته ولوضعه ولخبراته بهذا المجال طبعاً كل هذه المستندات إذا الشخص لا يستطيع أن يرتبها بنفسه ويستطيع أن يتواصل معنا بالإضافة أن الشخص لا يجب أن يكون عنده منع سفر لأي دولة يعني ما عنده مشاكل بأي دولة أخرى أو ما عمله بان أو حظر من دخول أي دولة بالعالم هلا خلينا ننتقل للموقع الرسمي لنتأكد من هذه الفيزا لنتأكد من صلاحيتها ونتأكد من المهن المطلوبة بهذا المجال في نيوزيلندا وهلا مننتقل للموقع الرسمي للحكومة النيوزيلندية المتعلقة بالهجرة مثل ما أنا شايفين هون immigration.govt.nz هذا له علاقة بالحكومة هو الموقع الأساسي والرسمي للهجرة بنيوزيلندا مثل ما أنا شايفين accredited employer work visa هذه فيزة العمل لنيوزيلندا تقريباً length of stay يعني مدة البقاء خمس سنوات التكلفة 750 دولار وتقريباً بدأ شهرين لثلتة شهور لـ processing time ومعالجة الطلب لحد الشخص يحصل على رد وتسعين بالمئة من الطلبات بتحصل على رد بين شهرين لثلتة شهور بالنسبة لباقي المعلومات كلها موجودة هون هنتركوا إياهم بأول رابط وبأول تعليق حتى بصندوق الوصف الأشخاص اللي بيكونوا جاهزين للتقدم لقدروا بس يضغطوا على apply now أو التقدم الآن لكن هنحكي عن أمور ثانية اللي هي كيفية إيجاد عمل مع صاحب عمل نيوزيلندي موثوق ننتقل لبعض الوظائف الكتير مطلوبة بنيوزيلندا حالياً لبلومبرز اللي هنه عمال الصحية ننتقل لموضوع المهن التالي اللي بريك لييرز اللي بيشتغلوا كعمال البناء أو الباطون إذا كان هذه تسميتهم الصحيحة مثل ما أنا شايفين ننتقل للمهن التالي اللي بيشتغلوا بالتنظيف طبعاً الكونسركشن بوركورز اللي هنه بيشتغلوا بالمقاولات بمختلف الوظائف والمقاولات طبعاً ننتقل لالكريين عبريرر اللي بيشتغلوا بالبيك ماشين أو بالآلات الثقيلة مثل هذه الآلة على سبيل المثال كمان هذا مطلوب كثير بكندا و بنيوزيلندا ننتقل للهوتل جابس وظائف للعلاقة بالضيافة والأوتيلات طبعاً مختلف المهن بهذا المجال كمان في الـ customer service أو خدمة الزبائن مطلوب كمان الـ information technology أو تقنية المعلومات أي شيء الوصلة بهذا الموضوع كمان الـ software engineering كمان مهندس البرمجيات مطلوب كمان بلومبرز حكينا عنها الـ welders اللي هنه اللحمين كمان اللي بيشتغلوا باللحام نحكي عن المانيجرز أو المدراء اللي بيشتغلوا بمختلف المجالات كمان نحكي عن التيلرز اللي ما كتير مطلوبة بكندا الخياطين لكن مطلوبة بنيوزيلندا أكتر طبعاً نحكي عن الـ teachers عن الأساتذة بمختلف المراحل الدراسية كمان الـ fruit pickers اللي بيلتقطوا الفواكه والخضروات أو قطف الخضروات والفواكه طبعاً في عقود عمل كثير مزورة أونلاين وحنعطيكم مثال عن هذا الشيء وقدرنا نساعد أحد الأشخاص الموجودين بالجزائر والمغرب من أنه يدفعوا فلوس من دون أي فائدة هذه أول مرة منشوف مستشفى وهمية تم تأسيسها أونلاين من أشخاص من نيبال كيف تأكدنا أنه هنه من نيبال طبعاً لاحقنا الموقع الرسمي وشفنا المؤسس له وقدرنا نتبين أنه الأشخاص اللي عاملين عقود العمل المزورة هنه موجودين بكاتمندو بنيبال وكان الموقع هنا عبارة عن مستشفى وهمية وموجود مدير المستشفى والأطباء وأسماءهم وموجودة بمونتريال وكله موجود بشكل واضح فالشخصنا ما يتراسل ومعني بيرسلوله هذا العقد ويطلبوا منه 375 دولار كيندي لحتى يقدموله فبعض الأشخاص من الجزائر كان لح يدفع أو من المغرب كمان ولكن نبهناهم أنه هذا مزور وأكدنا أنه عنده موقع رسمي لكن الموقع الرسمي بعد ما حكينا عنه ببعض جروباتنا الموجودة على الواتساب تم إلغاء الموقع بعد تقريبا يومين أو ثلاث أيام فقدرنا أنه نوقع هذا الشخص وما أنه يوقع ضحية ويخسر فلوس بهذا الموضوع أنه نبين عقد العمل أنه مزور مثل ما نرى لكن عملين له موقع رسمي وعملين له كافة أمور التواصل حتى الرقم موجود بكندا فهذه المشكلة الكبيرة بهذا الموضوع وناسخين هذه المعلومات من الحكومة الكندية فلازم ننتبه ومثل ما نرى هي اسم المستشفى حتى الشخصنا ما بيعملها جوجل ويعملها بحث على جوجل تطلع فهذا الشخص يجب أن ينتبه لهذا الموضوع إذا كان في أي شيء بهذا المجال فيكم ترسلوا معنا لحتى نتأكد إذا كانت هذه job offers أو عقود العمل حقيقية أو لا لكن معظمها لحد هلأ كله كان غير حقيقي ننتقل لطرق البحث عن عمل مثل ما نرى موقع seek.co.nz نضع هنا مثلا food picker ونختار طبعا الدولة لازم نختارها خلينا نشوف نيو زيلاند أو all نيو زيلاند كل نيو زيلاندا نعمل له seek ويظهر عنا الوظائف مثل ما نرى فهذه أول طريقة للبحث عن فرصة عمل سنتركهم بأول تعليق وفي صندوق الوصف لهذه المواقع الموقع الثاني هو classdoor.co.nz مثل ما نرى بقدر الشخص أنه يعمل بحث هون ويضع مثلا المهنة اللي يريدوا إياها أو يعمل post للوظيفة اللي عم يدور عليها أو ينشرها ويمكن أنه هن يتواصلوا معه هذه فرصة أخرى كمان نرجع لللينكت إن على سبيل المثال عن طريق صفحتنا فينا نعمل مثلا HR manager أو اللي يريدون علاقة بالتوظيف مثلا بقدروا أنه يتواصلوا مع الأشخاص الموجودين بنيو زيلاندا طبعا حيطلع كندا لأنه نحن موجودين بكندا فلازم نحط نيو زيلاندا باللوكيشن ونعمل show results ويطلع عنا الأشخاص وفينا نتواصل على حسب اختصاصهم في أشخاص مختصين مثلا بشركات المقاولات في أشخاص بمثلا المتاجر الكبيرة على حسب كل شخص المهنة اللي هو عم يدور عليها بالضبط لكن إحنا تقريبا صررنا السنة متواصلين من أصحاب أعمال موثوقين من الحكومة نيو زيلاندا قدرنا نحصل على قائمة أفضل أصحاب أعمال عم يوظفوا بنيو زيلاندا لسائقي الشاحنات لهذا عملناهم بقائمة مع عناوينهم وأرقام تليفوناتهم وعرضناهم بسعر كتير قليل لحتى يسهل عليكم بالتواصل معه ويوفر عليكم كتير وقت بهذه القائمة أو إذا الأشخاص عم يدوروا على فرص عمل أخرى مع العلاقة بسائق الشاحنات ممكن يتواصل معنا بموضوع نيو زيلاندا أو كندا حاليا لكن بدول أخرى ما في عنا فقط نيو زيلاندا وكندا لكن ما بيعني أنه هذه العقود العمل 100% مضمونة لا الشخص ممكن أنه تواصل معهم نرسلهم LCV لأصحاب العمال هذول الموثوقين يلي كلفنا سنوات كثيرة لحتى وصلنا لهم بعد هذا الشي ممكن أنه يصير فيه مقابلة ممكن لا يعني الموضوع غير مضمون 100% فقط للتنويه لكن بيكون أفضل من البحث أونلاين بشكل عشوائي أما إذا كنتوا حابين خدمات أخرى مثل ما نشاكم الخطاب التحفيذي بتسعة دولار في عنا السيفيات بطريقة النيوزيلندية والكندية والعضوية الشهرية للرد بسرعة على استفساراتكم بتسعة دولار فقط هذا كل شي كان بالنسبة للخدمات اللي عم نعرضها على موقع الخدمات أو خدمة البحث عن عمل هذي فرصة أخرى للمساعدة بالبحث عن عمل ننتقل للموقع الثاني يلي ممكن تواصلوا معنا عليه لحتى نساعدكم كما بالاستشارات المجانية لكن في فترة انتظار شوي طويلة بقدر شرس يضغط هون ويحط إميرا ويعمل سبسكرايب ومقدر أنه نتواصل معه أما بالنسبة لقناتنا الجديدة يلي عم نحكي عنا عن الوظائف نحكي عن المشاريع الصغيرة اللي ممكن تأسسها عند وصولك لكندا هذه القناة جدا جدا مفيدة وآخر فيديو كان كتير جيد اللي هو تعرف عن الخطوات الأولى القادمة جدا إلى كندا كما رابط هذا القناة موجود بصندوق الوصف او بأول التعليقات اللي اسمه نورتليف كندا بلس وشعارة بالأزرق ما بالنسبة للأشخاص الغير مهتمين او الغير المؤهلين لهذا البرنامج بقدرون يتواصلوا معنا لنحاول نعمل لهم فيزا مناسبة لوضعهم لنيوزيلندا ليشوفوا الوضع اذا كان مناسب لهم مناسب لأفراد اسرتهم الطقس الوظائف الحياة بشكل عام وانه يشوفوا الموضوع على ارض الواقع طبعا لا يوجد شي مضمون حصلنا على قبولات كتير لكتير اشخاص حصلنا على بعض الرفوضات ايضا لكن ممكن ان نشتغل على موضوع الرفوضات ونحاول نعالجه فاذا كان الشخص ماله مهتم بهذا البرنامج ممكن لقيله حلول اخرى لنيوزيلندا او حتى لكندا بتمنى التوفيق للجميع وطابعونكم اشتركوا في القناة